مصر برضو كانت ليها رؤية استشرافية فيما يخص المخزون الاستراتيجي من محصول القمح خاصة لو احنا بنتكلم دلوقتي في التحديات اللي بيقابلها العالم نتيجة الأزمة الأخيرة ما بين روسيا وأوكرانيا علشان كده سعت بلدنا وخططت إلى زيادة الاحتياط من القمح لتوفير أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي باعتبره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة وهو المصدر الرئيسي لصناع الخبز زي ما حضرتكم عارفين هنا فكرة التوسع في إنشاء الصوامع في عام 2015 طب إيه اللي حصل فيها؟ أحمد الأفيونيز مننا موجود في مشروع صوامع المراجدة اللي بتقع على طريق إنا نجع حمادي هنشوف تفاصيل زيادة معايا ونرجع تاني لحضرتكم عزيزي مشاهدين من محافظة قنة واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر وتحديدا من مشروع صوامعة المراجدة المميكانة وهي واحدة من ضمن مئات الصوامع التي تم إنشائها طبقا للمشروع القومي للصوامع خلال السنوات الماضية القليلة على مساح السبعة أفدنة وتضم 12 خلية لتخزين القمح بساعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن وهي واحدة من النوع المعدني ذات القاع المخروطي ومذودة ببرج به روافع قد تتحكم في حركة الأقمح داخل الثومعة وميزان لوزن الأقمح بالإضافة إلى مغناطيس لتجميع الشوائب المعدنية وغربال لغربلة القمح وفصل الأتربة والشوائب كما أنها مؤمنة تماما بنظام آمن ضد الحريق بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 101 مليون جنيه كما أنها تم افتتاحها يسميا من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التاريخية لمحافظة قنة في عام 2017 كما تقع هذه الثومعة صومعة المراجدة على طريق قنة ناجي حمادي الضراع الغربي لتكون قريبة من مساحة الأرض التي استصلحتها الدولة المصرية ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان لذراعتهم بمحصول القمح بين مراكز قنة والوقف وناجي حمادي على مساحة 43 ألف فدان مضروعة بالقمح هنا غرب قرية المراجدة لذراعتها بمحصول القمح بعد حفر حوالي 50 بئر ارتوازي لإستخدامها في ري هذه المساحة لتصبح بذلك إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هنا في محافظة قنة 101 ألف فدان على مستوى المحافظة وبالطبع ساهم هذا المشروع القومي الهام صوامع المراجدة في زيادة الساعة التخذينية ومن ثم الحفاظ على مخزون المحصول القمح وتقليل الفاقد منه أيضا محافظة قنة تمتلك أربع صوامع معدنية مميكانة في قوس والمراجدة والترامسة ومدينة قنة بساعة تخذينية قد تصل إلى 250 ألف طن هنا في محافظة قنة ربما هذه الإطلالة السريعة كانت من واحدة من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية على أرض محافظة قنة في جنوب صعيد مصر صوامع المراجدة لتخذين الأقمح هنا في محافظة قنة وعودة بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى لزملائي في الاستوتيوب